عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة خطة تسويق لمخزون الوحدات السكنية في عدد من المدن الجديدة وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة البدء في تسويق الوحدات السكنية لافتا إلى أنه تم حصر ما يزيد على 35 ألف وحدة سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل في عدد من المدن الجديدة كما كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد خطة تسويقية وتصور للمسطحات الإدارية والتجارية خاصة في منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العالمين الجديدة